أهلا بك يا أصحابي دلوقتي البلون هياخدنا ويطير لمغامرة جديدة مع يحيا وكنوس في سينو عارفين حكاية النهاردة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن سيدات كيمة العظيمات يلا بينا نشوف اتأخرتوا ليه كده النهاردة؟ أصلي بابا قرر يخرجنا إحنا وماما بعد المدرسة أصلي نسي عيد مند ماما وهي زعلت منه وإحنا كنا بنساعد ويصالحها الأم هي ملكة المنزل والمسؤولة عن كل شيء فيه وإنتوا تعتبروا رعاياها على فكرة يا سينو في العصر الحديث الست بقت بتشتغل في كل المجالات طب وهندسة وتجارة وزراعة وفي دول رئيسها أو رئيس وزراءها وحدة ست وكمان فيه يوم اسمه اليوم العالمي للمرأة العالم كله بيحتفل بيه ونسي تعد الأم أيوة صح بس متهيق لي سينو مش هيستغرب يا كنوز لأن في العصر القديم الست وصلت لمكانة كبيرة وبقت ملكة الكيمت زي حتشبسود كده مش حتشبسود بس يا يحيا يمكن مصر القديمة ما عرفتش عيد الأم أو اليوم العالمي للمرأة لكن كانت من أكتر الحضارات اللي قدرت المرأة وكان لها دور مهم في أحداث كتير طيب إيه رأيك يا سينو؟ أنت تحكينا عن سيدات عظيمات من كيمت وأنا هحكي عن حتشبسود لأن دي اللي أنا عرفها فكرة حلوة يا يحيا كيمت حكمها على الأقل الست سيدات في فترة حكم الأسرات وفيه سيدات تانية ما كانوش ملكات لكن كان شأنهم كبير وكلمتهم مؤسرة والسيدات دول حكموا مصرف أنهي أسرة يا سينو تخيلي يا كنوز أنه من الأسرة الأولى وفيه سيدة وصلت لعرش كيمت الملكة ميرة نت يعني معناها اسمها كده بلغتكم هي محبوبة نت الملكة دي بعد وفاة زوجها سعدت ابنها الملك دن في تولي أمور الحكم من بعده ولمكانتها الكبيرة ابنها بنالها مقبرتين ملكيتين واحدة في سقارة والتانية في أبيدوس الأسرة الأولى يعني حوالي سبع تلاف سنة قبل الميلاد دي تقريباً أول ست حكمت بلد في التاريخ ومن بعدها كانت الملكة خنت كاوس ابنة الملك من كورع ورغم أنها ست إلا أنها صممت طول فترة حكمها ترتدي ملابس الملوك الرجال واللحية المستعارة وفي إيديها الصولجان الملكي ونقدر نقول إنها آخر ملوك الأسرة الرابعة دي نفس الأسرة اللي كان فيها الملك قوفه وخفر عبونات أهرامات الجيزة صح يا يحيى صح ودلوقتي هحكي لكم عن سيدة كل النساء ده كان لقب الملكة سبك نفرو واللي جد بعد أخوها الملك أمن محات الرابع الملكة سبك نفرو كانت أول ملكة ست تحصل على الألقاب الخمسة الملكية حكمت كينث من غير شريك أو منافس لها وعلى عكس الملكات اللي قبلها تماثيلها كلها على المظهر الأنسوي كأنها بتعبر عن شخصيتها لأي شخصة حيشوف التماثيل دي بعد سنين طويلة دي كانت في الأسرة الكام يا سينو سبك نفرو كانت آخر منقوك الأسرة الـ 12 بس حتشبسوت في الأسرة الـ 18 الوقت ده ما كانش في ملكات ستات ما كانش في ملكات لكن كان في سيدات مؤسرات في الأحداث وقتها زي السيدة تتي شيري زوجة الملك سخن الراعي الأول وجدت الملك أحمس طارد الهكسوس من مصر وأحمس كان بيحبها جدا وبنالها قبر تسكاري بجانب مقبرته وكتب إنه حبها أكتر من أي شيء تاني الملكة حتشبسوت كانت زوجة الملك تحتمس التاني وحكمت كيمت لأن تحتمس التالت وقتها كان سنه صغير في عهدها زادت قوة الجيش وتأمين الحدود والعلاقات مع الدول القريبة من كيمت زي بلاد بونت ده غير إنها بنت معبد الدير البحري بعد ما صمموا ليها المهندس العظيم سن الموت يا لو كنت تولدت في كيمت كان ممكن أبقى مالكة ولا أم مالك مثلا أنت هنا برضو ممكن تبقي مميزة وشطرة ومؤثرة في حياة غير التمان طالما بتعملي الحاجة اللي بتحبيها صح يا يحيا مش مهم أنت تولدت في أنهي زمن المهم إنك موجود ولازم العالم كله يحس بوجودك فلاص مش عايزة أبقى مالكة ها بقى قلولي إيه رأيكم في حكاية النهار ده؟ هلو أوه جميل أوه فما ليه ما تكلموش عن نفرتيتي؟ الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون وعلى فكرة مفيش مالكة شعرت بجمالها زي الملكة نفرتيتي بسبب تمثالها وعارفين كمان مين من سيدات كيمت اللي التاريخ خلت اسمها؟ كليباتر كليباتر حكمت مصر في العشر البطلامي وعلى فكرة كليباتر مش مصرية أنا أقصد الملكة نفرتيتي زوجة الملك رامسيس التاني واللي كان بيحبها قوي وبياخد رأيها كل أمور البلاد وبكده خلطت حكايتنا استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة